وللحديث أكثر عن استمرار مأساة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي أهلا بك معنا أستاذ مظفر مساء الخير مساء الأنوار أهلا بك أستاذ مظفر تتفاقم أزمة المهاجرين العراقيين غير الشرعيين كما تعلم مع دخول فصل الشتاء في ظل انتظارهم لشهور عدة على حدود بيلاروسيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي بداية هل ترى تعاملا جديا وتدخلا حقيقيا من الحكومة في بغداد لحل هذه الأزمة والله بصراحة كما قلت سابقا هي مشكلة اللاجئين مشكلة عويصة وهذه الدولة عاجزة عن مشاكل أقل وأصغر من هذه المشكلة هم مجهولين بالانتخابات والمؤتمرات والمثاء الإعلامية والبهرجة الإعلامية وهي الحكومة تعتقد بفشلها تعتقد أنها حلت المشكلة عندما قامت برحلة طيران مجانية لعادة اللاجئين أو طالبيين يجوا إلى العراق هم يعتقدون أنهم مجرد إعادتهم بالطائرات ورحلات مجانية كما يهرج المتحدث بسموزات الخارجية كل جملة والثانية يردد أنهم بحلات مجانية وما رح تكلفهم شيء يتوقعون أن هذا حل المشكلة في أنه مشكلة كبيرة وعويصة متجذرة إذا كانت الأزمة كشفت عن سياسيين عراقيين متورطين في الدفع باللاجئين باتجاه أوروبا هنا أين رأى الرقابة الحكومية من محاسبة المتورطين في هذه الأزمة؟ لا توجد رقابة لا توجد رقابة لأنه الكل متورط في جريمة أو في فضيحة ما هذا الجزء من السياسيين متورطين بهذه الجريمة سياسيين آخرين متورطين بفضيحة تزوير الشهادات سياسيين آخرين متورطين بالرشاوي وبالفساد الكل يضمضم للكل والكل يدافع عن الكل لا يوجد هناك حساب من يسمى سياسيين كل من يدافع عن جماعته وعن أصدقاءه ورح تططم الشغل إذا كان هناك تقاعص من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر هل تظن أن الاتحاد الأوروبي سوف لا يلقي بالا لهذه المسؤولية بالتسبب في دفع المهاجرين على حدودها هل تظن أن الاتحاد الأوروبي لربما بصدد معاقبة أولئي المسؤولين للأسف أقول أنه أوروبا متواطئة مع حكومات الاحتلال منذ اليوم الأول للغزو يعني هم متواطئين حكومات الأوروبية تغطي على جرائم الحكومات وتنكيلها بالشعب العراقي ويعني سكوتها عن قتل الشباب العراقي اللي خرج فائر ضد الفساد وضد حكومات الاحتلال سكوتهم عن القتل وعن القمع وعن الفساد رح يمرون هذه الجريمة للحكومة المنطقة الخضراء يعني مع ذلك نلاحظ أن هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة يقابلها لربما إصرار غريب من اللاجئين العراقيين على دخول إلى أوروبا السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي يدفعهم إلى هذا التمسك بموقفهم رغم البرد والظروف المأساوية لربما على الحدود هؤلاء المساكين يعني باتوا اليوم بين مطرقة الصدر وسندان الميليشيات ومعاناتهم بالعراق والحكومة يعني مجهولة بالانتخابات وبتزوير النتائج يعني هذول هذه الناس تعرضوا للاختيالات والتنكيل والقتل يعني اللي شاف القتل والتنكيل بالعراق وتهديد الميليشيات يدفعهم إلى قبول الموت في بولونيا وبيلروسيا عسى أن يخلصوا من هذا الموت في كل الحالتين موجود الموت لكن هناك فرصة على الفدود البولندية أنه قد يكون أنه يرشح أحد منهم أو عائلة أو عائلتين تذهب إلى أوروبا وإلى الحرية وإلى خلاص من الموت الموجود بالعراق نعم إذن كنت ضيفنا عبر الغتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي شكرا جزيلا لك